جيلي مانجا طبيعي بدون اي اضافات صناعية. طعم رهيب. هنشوف ازاي كمان هنحضره بطريقة سهلة جدا وبسيطة مش هياخد معانا خمس عشر دقايق بالكتير. اجاهز معانا طبعا ان هو يتحط في التلاجة بقى وياخد وقته يعني في التلاج. قبل ما نبدأ معكم امل حسن قناة اوبين بوفيه. ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده. يلا بنا نت. معايا اربع معالي اقبار من الجيلاتين. المعلقة ما تبقاش مليانة جامل تبقى ممسوحة يعني كده. وطبعا الجيلاتين اللي انا بستخدمه المتواجد دلوقتي اغلبه جيلاتين نباتي علشان الناس اللي مش بتحب الجيلاتين. ضفط لهم آآ كوباية مية دافية. الكوباية دي متين وخمسين ملي. ابدأ ان انا دويبهم ما تقلقوش الجيلاتين بيدوب على طول في المية الدافية. بس اتأكد ان هو داب. واسيبو بقى لغاية محضر البيوري بتاع المانجا. وبعدين لو حسينا بعد كده ان هو في اي كالكاعة آآ ببدأ ان انا آآ اصف فيها. معايا هنا بيوري المانجا. طبعا انا خليط المانجا قدامكم قبل كده في آيس كريم آآ المانجا. وبناخد بقى الجزء اللي هو اللحم بتاع المانجا ده ونضربه زي ما هو كده. بس الحقيقة المانجا اللي كانت عندي دي آآ مانجا فروزي. لكن طبعا عادي ينفع ان احنا نستخدم المانجا الفريش ما فيش مشكلة. اهم حاجة برضو نوع المانجا اللي احنا بنستخدمه يكون نوع كويس. ريحت ونفازة كده يديني ريحة آآ جميلة بعد ما يتعامل. زي مثلا الزبدية الاسماعلاوي زي الصديقة زي الفونس. كل انواع المانجا دي بتدي نتيجة كويسة جدا. بعد ما داربت البيوري بتاع المانجا صفيته. شايفين الالياف اللي طلعت عشان دي كانت زبدية آآ فتقريبا كانت زبدية اسماعلاوي يعني مش فاكرة بالزبط. كنت احطاها في الفريزر بقالها سنة. فشايفين شكلها ولونها جميل ازاي? اخدت من البيوري ده تلات كبيات. برضو كباية المتين وخمسين ملي. اتأكدت ان الجيلاتين ما فيهوش اي كلكعة خالص. وضفته كل حاجة ده بتخالص من الجيلاتين. وضفته على البيوري ده. لو لاحظنا بقى هنلاقي ان احنا كده استخدمنا اربع كبيات. وليهم اربع معالق جيلاتين. وضفت لهم معلقة سكر. لو حسيتي ان المنجة عندك مش مسكرة قوي. لو حسيتي ان هي مش محتاجة سكر خلاص بيبقى احسن من انا ما ضيفش سكر خالص. لو حسيتي ان هي بقى محتاجة اكتر من معلقة اضيفي معلقة تانية مش اكتر من معلقتين خالص. ابدأ اصبه في الكسات. ممكن كمان نصب شوية في فورمة. اوري لكم اللي انا صبيته في فورمة. ودخلوا التلاجة لغاية ما يجمد معايا. ممكن ياخد معاك تلات اربع ساعات في التلاجة على حسب يعني. شايفين جمي ده اهو. انا بصراحة سيبته ليلة كاملة عملته بالليل. وتاني يوم بقى بدأت ان انا ازينه. لو حبيت تحط قطع مانجة عليه. حبيت تحطي صوصات. اي صوصات عليه. اه ممكن عناب اي فواكه كده بسيطة. مش محتاج اصلا كمان ان هو يتحط له اي حاجة. طعمه كده لوحده جميل جدا. لو حبيته تقلبوه هوري لكم برضو لانا حطيته في فورمة علشان يتقلب. اي فورمة عندك. بتحطي فيها وبعدين مشيت عليه فوطة كده بلتها في مية دافية. علشان يتقلب معايا بسهولة. شايفين شكله جميل جدا. برضو لو حبيته يعني تعملوه علشان الاطفال بيحبوا الاشكال كده في الجلي. الجلي ده بقى قريب شوية من البودنج. يعني مش زي الجلي العادي اللي بتبعها في الاكياز ده. لأ ده تحس ان هو شوية. طب ليه ما بنعملوش بالنشا? لان النشا هيحتاج ان انا اغلي عصير المنجة على النار. وده بيغير معايا من ريحة وطعم المنجة. ان انا اغليها على النار. فالافضل ان انا اعمله بالطريقة دي. وزي ما قلتلكم ان الجيلاتين لو جبتيه من محلات اللي هما مستلزمات الحلواني. وليلو عايزة جيلاتين نباتي. انا بجيبه جيلاتين نباتي جميل جدا معايا طعم له شريحة خالص. وبيدي طعم كمان جميل. جربوا الوصفة دي اكيد. ممكن كمان ان انتو تستخدموها للشيز كيك. الطبقة اللي هي بتبقى فوق الشيز كيك. بحيس للفيديو وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.